ورشة العمل هذه تهدف إلى تقييم الإنجازات الخاصة بالهفاظة للتنوع البيولوجي وكذلك أنشطة برنامج دعم المحميات الوطنية والأنظمة البيئية الهشة المنسق الوطني للبرنامج جادوموكيسا أشار إلى أهمية هذه الورشة التي تعد مهمة للعاملين في مجال النظم البيئي وخلال كلمتها مسؤولة القسم السياسي البيئي بالالتهاد الأوروبي لدى البلاد جارسوفا سونا عاربة خالص امتنانها للسلطات الشهدية ولا سيما وزارة البيئة والصيد والتنمية المستدامة للالتزام بالحفاظة للتنوع البيولوجي في كلمته وزير البيئة والصيد التنمية المستدامة حسن بخيد جاموس طلب من المشاركين الاهتمام بالمعلومات والخبرات التي يتلقونها خلال هذه الورشة للاستفادة منها وتطبيقها على أرض الواقع ونشير إلى أن هذه الورشة تسمح بتقييم الأنشطة الخاصة بالحفاظة للأنظمة البيئية وتجديد الالتزامات لتعزيز الشراكة المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة بالبلاد